بترحمي المهاجرة لها علاقة بلウوردجنسajo بترحمي المهاجرة لها علاقة بالألم اللي بيحصل في العلاقة الجنسية والألم فده بيسبب لها ألم في وقت الدورة بس فبالتالي لو العلاقة حصلت في الفترة القبل الدورة هتبقى مش محتملة او في الفترة اللي بعد الدورة ما تقلص برضو هتبقى مش محتملة يمكن بعد الدورة ما تقلص مسلا بأسبوع تبقى العلاقة عادية جدا وما لهاش علقة بالبرود الجنسي طيب تاني طبعا دلنا عرف ايه يا بطانيك الرحم المهاجر يا دكتور؟ تعريف للعوام يعني بطانة الرحم المهاجرة ان الدورة الشهرية اللي بتنزل دي بتبقى هي عبارة عن بطانة الرحم بتتكون كل شهر ولما ما يحصلش حملة تبدأ بطانة الرحم دي تنزل فهي دي الدورة الشهرية دي الدورة الشهرية بس بطانة الرحم المهاجرة ان يبقى فيه جزء من البطانة دي موجود في مكان مش المكانه الطبيعي اللي هو مش جوه الرحم فيبقى موجود مثلا برا الرحم على الجدار الخلفي أو عند المضايد أو في الحوض نفسه بتاع الست فالبطنط الرحمة المهاجرية بتسبب التساقات في الحوض وبتسبب ألم وبيحصلها احتقان مع الدورة الشهرية كل شهر وبالتالي تعمل لها الألم اللي بيحصل كل شهر وتعمل التساقات فتؤدي كمان لتأخر الحمل